أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعلا فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعلا فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأقول إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا القولهما إذ كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزلا عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جعر به ومن هو مستخفي بالليل وسارب بالنهار له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل السوائق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفه إلى الماء لا يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في الظلال ولله يجهد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وذلالهم بالغدو والآصال الله أكبر قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ظرا قل هل يستوي الآم والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلون الله جرى كأخلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القخار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها أحتمل الشيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاهية أو متاع زبد مثله كذلك يذرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء أما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض كذلك يذرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم شؤون حساب ومأواهم شهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكروا أولو الألباب الذين يوفون بأهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا افتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم رقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلوا ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم شود دار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقذروا وفرعوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يذر من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه ما تاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به العرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحلوا قريبا من دارهم حتى ياتي أوعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استعزئا برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقول سموهم أم تنبئونه أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم يبظاهر من القول بل جين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا عقب الكافرين النار والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزلا إليك ومن الأحزاب من ينكروا بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ما آب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولين اتبعت أهواهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أجواجا وذرية وما كان لرسول أن ياتي بآية إلا بإذن الله لكل أجر كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نري أنك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقشها من أطرافها والله يحكم لاب عقب لحكمه وهو شريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جبيعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا ولكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب سدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر